ازاي بيتم احتساب الارباح اليومية هقول لحضرتك معادلة بسيطة لو حضرتك عايز تحسب ارباحك اليومية كالقاتي بنجيب عدد المشاهدات لليوم المحدد مضروبة في الارب ام لنفس اليوم مقسومة على الف بيد حضرتك الارباح والارباح دي بترتفع او تنخفض بناءا على عدد المشاهدات والارب ام كلنا عارفين عدد المشاهدات هي المشاهدات التي تحصدها قناتك في اليوم المحدد ايه الارب ام الارب ام يعني الالف مشاهدة بتساوي كام دولار ايوة الالف مشاهدة اللي انت اسمت عليها في المعادلة فبالتالي بتأثر على ارباحك ايوة بتأثر على ارباحك وتأثرها قوي وحقول لحضرتك معادلة بسيطة يمكن تفهمها لان الارب ام بيختلف من قناة الى اخرى وليه عدة عوامل بتأثر عليه وحنتكلم عليهم في الحلقات اللي جاية ولكن عايزة فهمك مثال صغير لان البعض من حضراتكم بشكل مستمر بيقول قناة المتوحد فكرة بتجيب خمسمائة الف مشاهدة وبتجيب ستمائة دولار وانا بجيب مليون وبحصد على ربعمائة دولار اقل منه ايه السبب علشان مش مقياس ليك عدد المشاهدات المقياس الاهم هو الارب ام الارب ام كلما ارتفع كلما زادت ارباحك وكلت الشهد صدقني حفهم حضرتك بشكل اسهل قناة حضرتك الالف مشاهدة خصدت على كام ارب ام في قناة المتوحد فكرة الارب ام بواحد دولار في قناة جوزيف مو الالف مشاهدة بعشرين سنت يعني ارباحي النتيجة من الف مشاهدة في قناة المتوحد فكرة واحد دولار ارباحي النتيجة من الف مشاهدة في قناة جوزيف مو عشرين سنت يعني اليوم الواحد اللي جبت فيه الف مشاهدة في قناة المتوحد فكرة ارباحه تعادل خمس تيان في قناة جوزيف مو اللي بتجيب عشرين سنت فبالتالي انا لازم اعرف ان الارب ام لتأثير اهم من المشاهدات يا منشئ المحتوى طيب الارب ام ده ايه العوام اللي بتأثر عليه هفهمك وعلشان هفهمك محتاج همسك لك حاجة حاجة بالتفصيل لان اكتر من حاجة مش انت بس اللي مسئول عن ارتفاع الارب ام الخاص بيك ازاي ده قناتي لا مش قناتك ثواني ثواني استنى استنى عشان تفهم اول حاجة لازم يعرفها منشئ المحتوى عن الارب ام ان فيه تلاتة مسئولين عن الارب ام في قناتك الشخص الاول هو منشئ المحتوى اللي هو حضرتك الشخص التاني هو المشاهد الشخص التالت هو المعلن حاول على قد ما اقدر نتكلم مع حضرتك عن منشئ المحتوى النهاردة منشئ المحتوى ليه تأثير كبير جدا في قناته والتأثير الاول هو اختيار المحتوى اختيارك للمحتوى الاعلى سعرا بيخليك رايق قدام مش محتاج ان حضرتك تاخد بالك من سنتات لو انت اشتغلت بلوجر مثلا بلوجر ايوه ازاي تعلم الناس استطلافات وورد برس الارض بهم فيها 4 دولار فيما فوق فاهمني فدي محتوى انت اخترت المحتوى غالي لان المعلم بيستهدفه وده هنجيلك يعني هنجيله في المعلم المعلم بيستهدفه فبالتالي هنا اول حاجة المحتوى رقم اتنين مدة الفيديو الفيديو بتاع حضرتك لو اقل من 3 دقايق بيظهر عليه اعلان واحد والاعلان الواحد ده بيأثر على الارض بهم ايوه بيأثر على الارض بهم ازاي حقول له حضرتك الارض بهم بيرتفع بالنسبة لمنشئ المحتوى المشاهد بناء على ظهور الاعلان كلما ظهر الاعلان بنسبة اكبر كلما ارتفع على الارض بهم لمنشئ المحتوى مهما ان كان بقى مهما ان كان يعني انا عندي فيديو 3 دقايق الفيديو 3 دقايق بيظهر عليه اعلانين في الاول الفيديو اللي اقل من ثلاث دقائق بيظهر عليه اعلان واحد هنا معدل الظهور لمين للتاني بس في مقاييز تانية حنتكلم عليها في المشاهد لان المشاهد اللي عامل طيب انا سمعت يا متوحد يا فكرة عن الثامن دقائق ايه الثامن دقائق هقول لحضرتك ما انا بقول لحضرتك اقل حاجة ثلاث دقائق لان حضرتك لو عملت اكتر من ثلاث دقائق مثلا ثامن دقائق في حاجة اسمها الفواصل الاعلانية اللي حضرتك لازم تضيفها في النص والفواصل الاعلانية دي بتزيد من معدل ظهور الاعلان ودي مش بيتم اضافتها غير للفيديوهات اللي اكتر من ثلاث دقائق ثلاث دقائق فيما فوق الى هذه اللحظة بتاريخ اليوم خمسة اربعة عشرين اثنين وعشرين او ستة اربعة عشرين وعشرين بتاريخ اليوم علشان تكون فاهم لسه مفيش تحديث اقل من ثلاث دقائق هل ممكن يكون في تحديث قدام الله اعلم لان هي الاول كتا عشر دقائق بدأت تكون ثمان دقائق فبالتالي منشئ المحتوى مدة الفيديو بتفرق معي ايوا بتفرق معي تالت حاجة الكلمات المفتاحية الاغلى سعرا حضرتك لازم تكون عارف ان حضرتك علشان تجيبي الكلمات المفتاحية الاغلى سعرا لازم تجيبها من جوجل اعلانات من تخطيط الكلمات الرئاسية وتكلمنا عليها قبل كده في فيديو اسمه زيادة الارباح للقناة كلمت في الفيديو ده عن ذات الارباح وتكلمت عن اعلانات مهمة جدا مهمة جدا لازم تعرفها فالارب ام ليه اكتر من تأثير بالنسبة لمنشئ المحتوى منه مثلا زي ما قلت لحضرتك وتكلمت في الاول المحتوى رقم اثنين مدة الفيديو رقم تلاتة التنزيل بشكل مستمر والمتابعة فكلما زاد وعيك على القناة واستمرارك في انشاء المحتوى كلما زاد بينك وبين المشاهد علاقة المشاهد حبك فهيبقى مستمر عدم الملل لان تقديمك الفيديو بشكل ممل انا حازها واطلع حاجات كتير جدا خاصة في منشئ المحتوى لان البعض بيستغل الموضوع ده وبيقول لحضرتك انا حعمل فيديو 8 دقائق بيبدأ يقول اي كلام في الاول احذروا الكنوات واغلاقوا الكنوات وعملين ايه واخباركم ايه تماما وينايمك في الاول ويجي في الاخر يقول لك كلمتين برضو ملهمش اي قيمة وفي الاخر بيقول لحضرتك انا عملتلك فيديو 8 دقائق من وعيه ان هو خلاص كده علق الارب ام لا حضرتك ممكن تقسر جمهورك فما تخليش المدة مقياس انت لسه بتقول الارب ام حيعلى ما هو يعلى وانت حتقسر جمهورك لان المشاهدة مهمة جدا برضو في قناتك فبالتالي اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا بس اهم حاجة ما تعملش فيديوهات اقل من 3 دقائق دي نصحتي اختار المحتوى اللي تقدر تقدم فيه ما حضرتك ما تعرفش في العملات ما تعرفش في التأمين لكن فهم في التعليم المحتويات بتختلف فيها الارب ام نيجي للحاجتين التانيين بصراحة عايزة تكلم عليهم في فيديوهات تانية خالص المشاهد والمعلن لان المشاهد والمعلن مهمين جدا لحضرتك بيأثروا على الارب ام معاك ودي حاجة مش فيك مش ليك انت السبب فيها ازاي يعني حضرتك المشاهد لما يتفرج عليك من دولة الولايات المتحدة الامريكية غير لما يتفرج عليك من مصر غير لما يتفرج عليك من العراق او من مغرب او من تونس او من الجزائر دي حاجة بقى مش بيدك كمنشئ المحتوى لأ انا ممكن استهدفهم ازاي بناء على تقديم اخبار خاصة بسا بالسعودية بس يبقى حضرتك ده استهدفت السعودية ايوه كده الاستهدف كمنشئ المحتوى انا حبيت اقول لحضرتك الجزء ده في منشئ المحتوى علشان ارجعلك ولكن لحد هنا انا وقفت عند المشاهد حنكمل المشاهد وحنكمل كل حاجة خاصة بالمشاهد والمعلن الحلقات اللي جاية ولكن لحد هنا عرفنا الادوار اللي لازم يكون بيها منشئ المحتوى من اجل الحصول على رب ام كويس انا شايفك وانت بتقول بلك وبين نفسك انا ما استفدتش حاجة طب انا عامل ايه هقول لحضرتك ما هو ده المشي المزبوط لان هقول لك في الاخر لو انت عايز تعلق الارب ام بطرق الشمال اعمل ايه لكن مش بتاعتي هقول لك برضو ان ده بيأثر على قناتك بالسلم وهيقفلك وحتجي فيهم الايام تندم وتقول لهم تواحد يا فكرة اعمل ايه لحقني مش عالحقك لان حضرتك كده ملحقتش نفسك بالتوفيق لجميع نتقابل الحلقة الجاية في الارب ام ومدى تأثيره من قبل المشاهد والمعلن الى اللقاء